موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطهرين لا سيم الإمام المهدي المنتظر أجر الله تعالى فرجه قال الله تعالى في كتابه الكريم كذلك كذنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قلنا فيما سبق أن يوسف عليه الصلاة والسلام عندما طلب من إخوانه العشرة أن يأتوا إليه بأخيه الصغير من أمه جاءوا إليه بأخيه الصغير من أمه وأخوه الصغير عندما علم من أخيه يوسف وعرفه علم أن إخوانه الكبار ارتكبوا هذا الظلم هذه الجريمة بحق يوسف لذلك تعلق قلبه به وقال إني لا أفارقك قال سوف أعمل لك أعملا أبقيك عندي يعني أتهمك بالسرقة وأنت تحمل هذه التهمة حتى تبقى عندي وبالفعل أوعز يوسف إلى غلمانه أن يجعل صواع الملك من الذهب في رحل أخيه بن يامين واتهمه بالسرقة وأما بن يامين لم يدافع عن نفسه لم يقل أني سارق ولكن يوسف لما لما طلب إخوانه أن يفرج عن بن يامين قال لهم ما جزاء من فعل في هذا الفعل يعني من سرق عندكم قالوا جزاؤه من وجد في رحله كيف هو جدراؤه يعني تعرفت شونك إذا وجدتم صواع الملك في رحل أيحد مننا لكم الحق أن تحجزوا عندكم تحمسوا عندكم فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه يعني ثبتت عليه السرقة في الظاهر ولذلك يقول هاي الطريقة كذلك كذنى ليوسف الله تعالى علمه هاي الطريقة كيف يأخذ أخاه بن يامين عنده لكن على قانون مصر ما كان يستطيع أن يأخذه إنما يغرمه أو يفعل عقوبة أخرى كذلك كذنى ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك دين الملك يعني ملك مصر عقوبة السارق ما كانت الحجز وإنما كانت عقوبة أخرى ثم يقول الله سبحانه وتعالى إلا أن يشاء الله نعم إذا تعلقت المشيئة الإلهية بأي شيء لا بد وأن يكون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ثم يقول عز وجل نعم نرطع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم لسنا الآن بسدد تفسير الآية وإنما نحن بسدد سرد القصة قصة يوسف شلون صارت يقول عز وجل قالوا يعني أخوهم أخوانهم العشر قالوا إن يسرق فقد سرق أخله من قبل يعني قال أيها الملك هذا بن يامين حرامي سارق وأخوه يوسف أيضا قال حرامي شو العجيبة يقولون ليوسف أنك حرامي قالوا إن يسرق فقد سرق أخو له من قبل فأسرها يوسف في نفسه يعني ما تكلم ما دافع عن نفسه ما قال أنا أخوه ولا تهمة تهمتي فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم ما أظهرها شنو كانت قضية السرقة قضية سرقة يوسف يعني هاي التهم الباطلة يوسف قلنا أنه لكماله وجماله كان محبوبا عند عماته عند خالاته عند الجميع عمت يوسف أختي عقوب كانت تريد ابن أخيها يوسف عندها وأبوه أيضا كان يريد عنده لذلك مرة من المرات كان يوسف عند عمته وطلبه أبوه يعقوب وكانت عمته لا تريد أن ترسله تبقيه عندها كان عندها حزام من الذهب ألبسته تحت ثيابه وأرسلته إلى أبيه بعدين اتهمته أنه سرقها سرق الحزام الذهبي والله تعالى كان يعلم أن هذه التهمة اتهمته عمته هي اللي ألبسته وذاك الوقت كان طفل ما يدافع عن نفسه ما عنده قدرة على الدفاع هاي القصة سمعها إخوانه فحفظه عليه هاي القصة قالوا إن يسرق يعني يا أيها الملك بن يامين وأخوه اثنين هم حرامية اثنين هم صراق يقول فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم سكت ما تكلم لكن في قلبه قال أنتم شر مكانك أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون يعني أنت سرقتكم أكبر من سرقتي لو كانت أنا سارق أنتم أنا كانت تهمتي باطلة ما كنت سارقا ولكن أنتم سرقتم سرقة حقيقية وواقعية وزيادة على ذلك قتلتم ضربتم شتمتم كلما كان يجي منكم فعلتم إذن أنتم جريمتكم أكبر أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون يعني الله يعلم أني أنا ما كنت سارق وأنا بريء من هذه التهمة على كل حال قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قالوا طبعا هذا الكلام بعدما وصل يوسف إلى مقام العزيز كلمة العزيز يظهر رتبة لرئيس الوزراء يعني في تلك اللحظة في هذه الساعة كان يوسف يشغل منصب رئيس الوزراء وأعطي له هذا اللقب قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا على أبوهم يعقوب يعني يعني أبوه يعقوب أول فقد ابنه الأول وبكى 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 الآن تأخذ ابن الثاني الآن يشتد حزنا وبكى أنه ربما يموت ما يتحمل ما يطيق وإحنا بعدين ضمننا أن نرجعه أخذ منا موثقا من الله حلفنا حلفنا وأقسم علينا أن نرده الآن أخذ واحد من عد مكانه فقد أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين يعني أنت أحسنت إلينا ضعفت لنا حصتنا من الطعام وأصلا أعطيتنا الطعام مجانا بلا عوض فإجعل هذا الإحسان أيضا مضبا إلى إحسان كالآخر قال معاذ الله قال معاذ الله أنه أخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده ما يقول نأخذ السارق يدري أقوه مسارق إنما يقول معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا إحنا وجدنا متاعنا عند من يمين نأخذ غير بأي معنى قال ما عاد الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذن لظالمون يعني لو تركنا بنيامين وأخذنا غيره يعني فلم نغيره بأي معنى نأخذ غيره يقول فلما استيأسوا منه استيأسوا منه يعني حاولوا مبس هالكلمة حاولوا مدة طويلة مع يوسف إقناع أن يطلق صراحة بنيامين حتى يرجعوه معهم لكن أبدا كل ذلك كان يوسف مصرا طبعا بنيامين أيضا مصر على أن يبقى عند أخيه فلما استيأسوا منه شفوا بعد ما يغتنع يوسف لابد انبقي أخاه بنيامين عنده يقول خلصوا نجيا هذه الكلمة خلصوا نجيا جملة صغيرة ولكنها من معجزات القرآن خلصوا يعني إن حازوا راحوا وقفوا على جانب نجيا جعلوا يتناجون فيما بينهم يتناجون يعني خفضوا خفضوا أصواتهم بحيث يوسف لا يسمع ولا يسمع أحد من الموجودين فقط الإخوة فيما بينهم نعم هنا بعض الذين حاولوا أن يكتبوا قرآن كهذا القرآن لما وصل إلى هذه الجملة قال الآن ثبت عندي أن هذا القرآن كلام الله لأنه لو خلصوا نجيا معناها غيرهم ما سمع هذا الكلام من سمعه إذن الله الذي لا يخفى عليه شيء الله هو الذي سمع وأدخل هذه الجملة في القرآن في كتابه قال كبيرهم هذا قال كبيرهم بتخفيض الصوت قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله كبيرهم يهوذاء اللي نوعا ما كان أشفق على يوسف قال يا إخواني ما تعلمون أنه أباكم هذه المرة أخذ عليكم يعني حلفكم بمحمد وآل محمد وأنتم حلفتم والتزمتم وهذه مرة ثانية أنتم تدخونون خيان إلى أبيكم وإلى إخوانكم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فردتم في يوسف يعني معناه هو ما كان موافق حتى في إلقاء يوسف في البئر وتعذيب وضرب يهوذاء ما كان موافق ولذلك ينسب إلى إخواني يقول فردتم يعني أنتم الذين ظلمتم ومن قبل ما فردتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي يعني أنا هما رح أجي أنا أبقى إلى مصر أبقى في مصر إلى جانب بن يامين وإلى أن يأذن لي أبي يعني أنا أستحي من أبي أنا أعطيت كلام أبي سلم هذا الولد بيدي وبأيدي وبأيديكم أنت إذا ارتكبت عمل فضيع أنا ما عندي وجه أواجه أبي يقول فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي وهو خير الحاكمين الله سبحانه وتعالى يحكم يحكم بيني وبينكم بينكم وبين يوسف بينكم وبين أبيكم خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم يعني خلوني أنا موجود في مصر أنتم ارجعوا تسعة يعني هما بالأصل اثنعش ثلاثة منهم الآن بقوا في مصر تسعة منهم رجعوا إلى أبيهم ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق إن ابنك سرق احكوا لما شاهدتم احكوا لما الواقع إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا والآن عدة شهود يعني نحن شاهدنا أن صواع الملك الذهبي أخرجوه من رحل بن يامين شاهدنا مشاهدة حين وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين يعني ما كنا نعلم الغيب لو كنا نعلم الغيب أن ابن يامين سوف يسرق صواع الملك ما كنا نأخذ معنا قال نبقي عندك ولو نخسر الطعام ولو يجري علينا ما يجري ثم هنا طبعا أكو جملة لأن المعنى واضح القرآن قدرها تركها يعني معناه هؤلاء رجعوا تسعة وبقوا ثلاثة هؤلاء لما تسعة رجعوا استقبلهم أبوهم كان ظهر محني وكانت عينه رؤيته جدا ضعيفة قال يا أبنائي ما لي لا أرى اسم صوت بن يامين ولا يهود كم واحد قالوا نحن تسعة يا أبتا لماذا تسعة رحتم أحد عشر وترجعون تسعة أين الأخوة الباقين قالوا أخبروه قالوا يا أبانا إن ابنك سرق يعني هذه جاءت صدمة كبيرة على قلب يعقوب مضاطا إلى صدمته بفراق يوسف ثم قالوا واسأل القرية التي كنا فيها يعني أنت بإمكانك اسأل المنطقة للقرية التي كنا يعني مصر إذا متى تقبينا ما تعتمد على كلامنا تصور أننا نكذب أنت اسأل من تريد استأجر غلمان استأجر ناس دقات يرحون يسألون لأن القضية أشيعت أصبحت مشهورة أمام الناس بأن بن يامين سرق واسأل القرية التي كنا فيها والعيرة التي أقبلنا فيها يعني أهل القافلة القافلة كبيرة لا فقط أولاد يعقوب كان معنا غير غير اسألهم أهل القافلة وأهل القافلة كانوا موجودين شاهدوا سرقة بن يامين يقول واسأل القرية التي اسأل القرية يعني أهل القرية طبعا القرية يعني الحيطان والجدران ما حد يسألها يعني اسأل أهل القرية التي كنا فيها والعيرة التي أقبلنا يعني رجال القافلة وإنا لساتقون يعني هذه المرة عدنا شواهد وعدنا شهود على أننا ما نكذب عليك يقول لما سمع يوسف سمع يعقوب هذا الخبر المحزن المؤلم قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا يعني هاي مؤامرة ثانية مثل ما أول تآمرت على يوسف الآن هاي مؤامرة ثانية على أخيه بن يامين بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل قلنا في معنى الصبر الجميل أن الصبر هو مر كل صبر مر لكن الصبر الجميل من لا يشكو صاحبه أحدا إلا إلى الله تعالى يعني أشكو بتي وحزني إلى الله هذا هو الصبر الجميل الصبر الجميل ممدوح شرعاً ونحن مأمورون إذا أصابتنا مصيبة أن نصبر صبراً جميلاً يعني لا نشكي حالنا إلى هذا وذاك لأن من اشتقى حاله عند هذا وذاك يعني إذا يشتكي على الله وشقايا على الله لربما يجب غضب الله سبحانه وتعالى ثم ضياع الأجر الصابر إذا صبر وسكت وما جزع وما شكا أجره عند الله وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون ولكن إذا جزع واشتكى عند هذا وذاك ضع أجره أجر ما عنده بعد مضافاً إلى مصيبة ضياع الأجر يقول تعالى فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعاً في الرواية أظن عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نعم أو عن أحد المعصومين لما قال يعقوب هذا الكلام عسى الله عسى الله يعني المسألة خلاها يمأ الله لا عند أولاده ولا عند الملك ولا عند أحد من المخلوقين اعتماده كان لذلك من رجى الله سبحانه وتعالى الله ما يخيب رجاءه ونحن كذلك إذا وقعنا في مشكلة اجعل يا أخي اجعل رجائك عند الله الله قادر على حل المشكلات وحل المعضلات يقول عسى الله أن يأتيني بهم جميعاً عند ذلك الرسول يقول قال الله تعالى لما قال يعقوب هذا القول قال الله تعالى وعزتي وجلالي لأردنهم عليك ولأقرن بهم عينك ليش؟ لأنك اعتمدت على الله ما اعتمدت على أولادك ولا على شيء آخر أسأل الله أن يأتيني بهم جميعاً إنه هو العليم الحكيم عليم يعلم بما في قلبي يعلم أني معتمد على الله لا على المخلوقين حكيم يعني أعمال الله تعالى كلهم مبنية على الحكمة وعلى المصلحة وتولى عنهم بعد ما صبر على أن يكملون كلامهم دار ظهر عليهم الأولاد قاعدين يردون يعني يسلون أباهم يخففون عن مصيبته هالكتر اشتد به الحزن اشتد دار ظهر عنهم وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف شوفوا الآن مضيع بن يمين لكن ما ناسي يوسف وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف وبيضت عيناه راح جلس في الحجرة ما خرج من الحجرة ظل بكى وبكى وبكى حتى عيون عمت عميت عيناه وبيضتها مني يشمن الحزن فهو كظيم من شدة الحزن أحيانا شدة الحزن تسبب عمل عين والبكاء الآن صار لفوق 30 سنة يبكي وهذه المرة جاءت مصيبة أخرى فوق مصيبته أبيضت عيناه وحدودب ظهره وشاب رأسه من شدة الحزن يقول فهو كظيم يعني مع أنه يقدم غيظة ما يحكي إلى أحد يخلي مصيبته في قلبه لو كان يحكي لربما يخفف عن آلامه لربما يبرد نوعا ما مصيبته ولكنه خل هاي الهموم على قلبه ما شقى إلى أحد ولذلك من شدة القهر فقد بصر وحدودب ظهره وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا قالوا إما أولاده وإما أقارب أهل القرية عائلته بناته إذا كانت له بنات قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين يعني أنت بعدك تذكر يوسف يوسف مات خلص بعد حتى عظامة بليت وأنت تلكي على يوسف الآن عندك بلية جديدة ابنك الثاني راح قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين يعني بعد شوية تهلك راح تموت انت تتهلك نفسك بالبقاء وبالدموع فقدت بصرك نزل بك ما نزل قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله مثل ما قلنا أشكو بثي يعني همومي وما يبثه صدري من آلام أشكوها إلى الله أنا ما شكت لكم أنا ما ذكرت لكم يا من تلومونني أنا لكم ذكر لكم لكم حق أن تقولوا لكن أنا الله يعلم بما في قلبي سألوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كم بلغ من حزني يعقوب على ولده يوسف قال حزن أربعين امرأة أم ثكلة على ولدها لاحظوا أربعين أم ثكلة اللي فقد ولدها ولدها الوحيد يعني هذه الأحزان أربعين حزن إذا جمعناها هذه اجتمعت على قلبي عقوب قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يعني أنا أدري يوسف مميت قالوا من أخبرك؟ قال الله قالوا كيف أخبرك الله إذا تدري موجود لماذا تبكي وذلك أن إزرائيل ملك الموت كان يزور الأنبياء ومن ضمن زياراته كان يأتي إلى يعقوب يعقوب عليه السلام سأل ملك الموت قال يا ملك الموت أكل من يموت كل إنسان يموت تمر روحه عليك أنت تدري بي؟ قال نعم قال هر مرت عليك روحه ولدي يوسف قال لا لذلك علم أن يوسف بعد موجود ولذلك كان يبكي لفراقه لا لموته إذا كان ميت نصيبة أخرى ممكن الميت يبكى عليه أسبوع سنة سنتين ثم ينسى لكن الآن حقيقة عندنا في العراق ناس بعض الآباء والأمهات أولادهم مفقودين بعض الزواجات أزواجهم مفقودين يجون عندي يجون عندي هؤلاء يشكون زوجة تقول زوجي مفقود أم تقول ابني مفقود لا تدري هاي الأم ابنها موجود ميت لو كان يموت قدامها خلص يشيلون جناسته يشيعون جناسته تبكي عليه أمه على قبره أسبوع أسبوعين عشر عشرين ثم ينسى لكن المصيب أن يفقد الفقيد ولا يعلم هل هو حي أو هو ميت وإذا علم بأنه حي المصيبة تزداد ما يدري هل هو في العذاب هل هو في السجن هل هو مريض هل هو مجروح ما يدري قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون إلى هذه المرحلة تأتي المراحل الأخرى التي بحث يوسف بحث يعقوب عن ولده وأمر أولاده أن يبحث عنه أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الله 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 اشتركوا في القناة